بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة المزمل وتكلمنا في الدرس الذي مضى في قول الله تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل وقلنا أنه ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تنتروه نثر الرمد ولا تهدوه هذا الشعر ولكن حركوا عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة يعني وإن كان هذا كما قلنا مروي أيضا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وقيل أنه عن سيدنا ابن مسعود وقد أخرج البخاري أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث مسلم أنه اسمه نهيك بن سنان فقال قرأت المفصل في ليلة واحدة في ركعة واحدة فقال هذا كهذي الشعر ثم ذكر له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر له عشرين سورة مما كان يقرن بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته عشرين سورة يقرن فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته حقيقة تتبعت العشرين سورة هذه فوجلت أنه ابن خزيمة في صحيحه يعني ابن حجر العسقلاني في شرحي لحديث البخاري هذا ما ذكر التفصيل إنما أشار إلى ابن خزيمة أن ابن خزيمة في صحيحه ذكر العشرين سورة مما ذكره ابن مسعود مما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه يعني ترتيب السور ربما كان يعرف بعض الصحابة عن طريق ما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام نعم في قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة نلاحظ أن القرآن الكريم يفرق بين عندما يأتي الكلام يعني منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى في موطن التوحيد أو في موطن الإنزال نلاحظ أنه غالبا عندما يكون الكلام في التوحيد يأتي بما لا لفس فيه يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني لاحظوا هنا يعني لا يوجد أي ضمير أو أي إشارة تشير إلى تثنيه لأن هنا إفراد وتوحيد لله قطعا أما عندما يتكلم القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى عن إنزال السور فنلاحظ أن القرآن مثلا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هذه الألفاظ يعني نعم منه ما قال أنه يرعد منها العظمة ولا شك أن العظمة حاضرة في هذا الأمر لكن أيضا البعض من أهل التفسير قالوا يشاروا بها إلى أن الأمر لم يباشره الله بنفسه إنما كان عن طريق بعض خلقه كأمر جبريل عليه السلام أن يتنزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك الإلقاء هو طرح الشيء من اليد هذا الإلقاء الأصل طرح الشيء من اليد يسمى إلقاء ونحن قلنا أنه يعني القرآن مبني ألفاظ أكثر الألفاظ مبنية على منظومات يعني منظومة الأخذ ومنظومة الطرح ومنظومة الذهاب والمجيء وغير ذلك قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة سنلقي قالوا يعني شيء لقن أي أنه مطروح على الأرض وهنا المقصود بالإلقاء هنا إنزال القرآن سنلقي عليك أي ننزل عليك القرآن كما قال إنه لقول رسول كريم وآيات كثيرة جاءت في بياني نزل به الروح الأمين على قلبك لا تكون المرسلين وكآيات كثيرة جاءت على معنى إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت هنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة لا شك أنه الإلقاء هنا كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وذلك لاحظوا القرآن جميل جدا في التعبير عندما يكون المقصود الإنزال إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل به الروح الأمين على قلبك إذا أراد النزول بداية النزول على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أراد أنه من النزول هو النشر إلى الناس يعني لا يتي على تأتي إلى وهذا كثير في القرآن الكريم وهي من جمالية القرآن الكريم في بيان نزول الوحي إذا كان المراد به النبي عليه الصلاة والسلام أو المراد به ما يبلغه النبي للأمة ربما البعض سيقول يعني ما الحاجة أو أول نوم الحكمة أنه جاءت لفظة الإلقاء هنا على هذا المعنى الإلقاء يعني فيه معنى لاحظوا عندما تكلم القرآن عن أم موسى قال فقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل الإلقاء يختلف عن القذف يختلف عن الإنزال يعني لكل لفظة يراد منها تصوير زاوية من زوايا المعنى هنا سنلقي عليك قولا ثقيلة أي أنه الأمر عن غير مواعدة الأمر الإلقاء والإنزال الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام على غير مواعدة منه لما يكون النبي على موعد على نزول الوحي لذلك جاءت الإلقاء لأنه غالبا ما تستعمل على الأمر الذي لا يكون عن مواعدة قال إنا سنلقي عليك أي أنه الثقل الحقيق كما قال ابن عشر وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءا لأنه هو الذي كان يتلقى الوحي وقضية تلقي النبي للوحي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه كان على حالات لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل فيكلمه ويكلمه فيسمع منه ويعي ما يقول وهذه من خف الحالات وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي يأتيه عن طريق المنام كما في أول أمر البعثة حيث يعني جاءت الرؤية ستة أشهر أول ستة أشهر كانت عن طريق الوحي كان عن طريق الرؤية وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن استعدا لاستقبال الوحي كما قلنا حتى أعده الله إعدادا في معسكر الليل ليستطيع يعني يستعد لتلقي الوحي ولا يتضايق من الوحي كما حصل له أول مرة نعم وقد يأتيه كما ورد في الحديث أنه مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى ما قال وهذه من الحالات الشديدة التي تكون على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفسد عرقا في الليلة الشاتية لشدة ما يجد من الوحي وحتى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على قضية أنه ثقل الوحي الذي كان يكون عليه يقول أنه عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه في كل مرة ينزل علي الوحي تكال تفيض نفسه يعني يكاد يصل إلى الموت لشدة ما يلاقي من قضية وطأة الوحي وشدة الوحي الذي يعني يتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة يعني من أجمل ما قرأت هي رسالة جميلة للعلامة الشرنبلالي في كلامه عن الوحي رسالة جميلة تكلم فيها عن قضية كيفية استقبال النبي عليه الصلاة والسلام الوحي من جبريل وجبريل على الحالة الملائكية وأفاض بكلام كثير وفي بعض اللطائف نعم في تلك الرسالة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قولا ثقيلة ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هذا يعني قولا ثقيلة على الاتفاق أنه المراد به القرآن المراد بثقل القرآن هنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قال إمة التفسير وأهل العلم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هيأه الله لأن يقوم الليل والقيام في الليل لأنه فيه من الشدة وفيه من مجاهدة في ترك الفراش ومنازعة المنام ومنازعة ربما دفء الفراش ومجاهدة النفس في ذلك هذا كله يعني يعطي صلابة وقوة روحانية وقوة للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان قيام الليل مدرسة حقيقة عظيمة لمن أراد أن يتقوى في القرآن ذكر شنقيطي قال وكان شيخنا يعني يقول من أراد حفظ القرآن فليقم بالليل كأنه أخذ من هذه الآية أنه يعني قيام الليل يكون أهيأ للنفس لأنه قطاع الشواغل وقطاع أمور الدنيا وقطاع الإنسان عن التزامات الدنيا وعن شواغل الدنيا ممن حوله ومما تهيئه وتهيئ نفسه لاستقبال القرآن وهذه حقيقة إشارة لطيفة أنه من أراد حفظ القرآن وإتقان القرآن فعليه بقيام الليل لأن قيام الليل حقيقة مدرسة عظيمة يعني تعد لإنسان إعدادا عظيما لحفظ القرآن وحفظ معانيه وتلقيه قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلة اختلفوا في مسألة الثقيل اختلفوا فيها على وجه فمما اختاره الإمام الرازي قال ثقيلا على معنى عظيما وعلى معنى لازم الثقيل أنه العظمى وشيء الثقيل العظيم وقال أن هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا ما اختاره الرازي أما الإمام القرط الطبري فاختار أنه الثقيل كما أورد ذلك القرطبي أيضا قال ثقيل بأحكامه ثقيل بحلاله وحرامه ثقيل بتكاليفه ثقيل بما جاء فيه القرآن من الحدود فكل هذا أمر ثقيل هذا أورده الإمام القرطبي ونقل ذلك عن سعيد بن جبير وعن قتادة وعن مجاهد وعن غيرهم قالوا ثقيل بهذه الأحكام والحلال والحرام والحدود وغير ذلك واعترض ابن العرب المالكي على ذلك وقال على أنه يعني كيف يكون أن القرآن ثقيل والله صحوه تعالى قال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام بُعِثْتُ والحنفية السمحة وقال أيضا تعالى قال ما أجعل عليكم في الدين من حرج فهذه كله تدل على أن القرآن ميسر وسهل فكيف يكون ثقيل كما ننقل عن السلف عن هذا المعنى حقيقة أجاب أيضا شنقيطي وابن عاشور قالوا أنه الله صحوه تعالى قال عن الصلاة قال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ أُمُّ لَاقُوا رَبِّهِمْ أي أنه نعم القرآن ثقيل ولكن إذا كان الإنسان نيته لله وخاشعا لله وتوجه إلى الله فالله سيوسر عليه الأمر ويخفف عليه لأن الله قال إِنَّهَا لَثَقِيلَةً كبير عفوا قال إلا على الخاشعين أي كأن الخاشعين ستكون الأمر سهل عليهم قال وَهَذَا مَنْ يَجِدُهُ عن السلف رضو الله تعالى عليهم أنه تجد الرجل وأنه كان يتلذذ بالقيام بسورة واحدة يرددها الليلة كله يقرأ بها ويعني يتلذذ بمعانيها وبما فيها وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ على أنه يعني ولقد يسرنا القرآن الله يسر القرآن للذكر ويسره للحفظ على من يسره الله عليه يعني لاحظوا قبل قليل احنا قلنا عن قيام الليل وعن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وأنه أمر يعني صعب في قضية تقوم أدنى من ثلثة الليلة أو نصفه وغير ذلك من المقادير التي جاءت بها الآيات ولكن الله سبحانه وتعالى لما يسر على النبي ذلك الأمر كان الأمر سهلا ولذلك لاحظوا نحن دائما نقول العبد يبدأ أولا بعمل الطاعات فعمل الطاعات هذه هي التي ستيسر عليه أمر العبادات الأخرى والدليل على هذا لاحظوا قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فجاء ماذا فسنيسره لليسرة إذا متى سيأتي التيسير لليسرة التيسير عندما يكون هناك بدء للعمل من العبد إذا العبد علي أن يفكر في قيام الليل قد يكون في أول وأهلا يكون الأمر صعب لكن إن كانت النية صادقة والإخلاص قائم لا شك أن الله سيسر له الأمر ولذلك قال فسنيسره لليسرة من الأقوال أيضا الموجودة على قولا ثقيلة إن سنلقي عليك قولا ثقيلة قالوا أيضا أنه ثقيلا على معنى ثابتا يعني الشيء الثقيل ثابت لا يتحرك فهنا قولا ثقيلا على معنى ثابتا وهذا أيضا كما قالوا إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لا حافظ أي أن الله سيحفظ ثابت في حفظه فأيضا يأتي على معنى الثقيل ومنهم من قال على أنه الثقيل أنه لا يستطيع العقل البشري بمفرده أن يحيط بجميع علومه نعم لكل إنسان أن يأخذ من علوم القرآن ويأخذ من القرآن ما يستطيع ولكن يبقى الأمر مفتوحا ولذلك لا يمكن للإنسان أن يحيط بجميع القرآن ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تمل منه العلماء ولا تشبع منه الألسن لأنه ماذا دائما في عطاء وتجدد ولذلك لا يمكن لإنسان أنه يعني أن يحيط بجميع علومه نعم يأخذ منها ما يأخذ ولكن يبقى قضية الإحاطة بكل القرآن هذا لا يمكن أن يكون لبشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أنزل على قلبه القرآن ووالذي كان يعلمنا ويبين لنا من القرآن ما يختلف فيه الناس أو ما أشكل عليهم في أمرهم كذلك قالوا قولا ثقيلا قالوا ثقيل أيضا من المعاني التي جاءت في معنى ثقيل في لفظ ثقيل كما ذكر ذلك الإمام الآلوسي واستغربه واستبعده لكن سأذكره أنا أيضا لأنه ذكر في التفاسير مع بيان أنه قول مرفوض رفضه الإمام الآلوسي وقال مثل هذا لا يعرف إلا بالنقل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقلة في ذلك أنه قول ثقيل أنه حروف كما ورد أن حروف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف أعظم من جبل قاف ولو أرادت الملائكة أن تنقل حرف من مكان إلى مكان أو تغي أو تزحزح حرف ما استطاعت حتى يأتي ميكائيل فبإذن الله يغير شيء أو يقدم أو يؤخر الإمام الآلوسي بعد أن ذكر تلك الرواية قال وهذا أمر يحتاج إلى نقل صحيح ولا أعتقد أنه يوجد نقل في ذلك لكن ربما يتداول بعض الجهال أمثال هذا الكلام فإنما يرد عليهم بهذا أنه لا نقلة صحيح في هذه المسألة حقيقة وتكلموا في قولا قولا ثقيلة أكثر من 12 قول كلها تدور حول المعنى اللازم لها من الثقل من التطبيق من الفهم من وعي القرآن من هذه المعنى كلها تدور ولكن أشهر ما قلنا هو ما ذكره الإمام الرازي وإمام القرطبي والإمام ابن جرير الطبري في ذلك على أنه يعني ثقيل من حيث التطبيق أيضا قالوا أنه كما ذكر الفراق قال أنه قولا ثقيلا أي ليس بالسفساف وليس بالأمر الخفيف والأمر الهي فهو ثقيل عظيم ذو مكانة كما نقول فلان يعني رجل ثقيل أو رجل رزين أي لأنه بيان العظمة والمكانة التي يكون عليها الإنسان قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والثقل في الأصل هو يعني للماديات لكن هنا جاء ثقيلا كما ذكر ذلك ابن عشور قال ولا شك أن المراد هو الثقل المجازي ولكن نقول أنه ممكن أن يكون أيضا ثقل حقيقي وقد يجتمع الحقيقة والمجاز في موقف لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني على ناقته و نزل عليه الوحي نزلت الناقة حتى وضعت جرانها أي صدرها على الأرض لثقل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فلاحظوا حتى الناقة ما تحملت هذا الثقل العظيم فكيف بشخص النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني أحد الصحابة يقول أنه كان النبي قد وضع فخذه على فخذي ثم نزل عليه الوحي قال فما زال يعني ينزل رجله عليه حتى كانت تكسر ساقي لثقل الوحي وهذا كله لا ضير في أن يجتمع الأمران وهذا كثير كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر ووجد أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا وجده يصلي فناداه فقال الصحابة قال أجيب النبي عليه الصلاة والسلام أم أكمل صلاة فظن أن الصلاة اعتبار أنها يعني أصل وركم من أركان الإسلام فقال أكمل صلاة فلما أكمل صلاته وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما سمعتني قال يا رسول الله كنت أصلي قال ألم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهنا هذه الآية يعني وإن كانت هي في الدعوة إلى الله والالتزام بشرع الله ولكن النبي استعملها في ماذا في أنه دعاكم من الدعوة العادية التي يدعو بها الإنسان يقول يا فلان يا كذا فهنا نحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل قضية أنه الدعوة هنا على مجال النداء والدعاء ولذلك يعني نقول أنه ثقيل القرآن أو ثقل القرآن على أن يكون حقيقة ويكون مجازا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هيئه الله تهيئة خاصة حتى استطاع أن يقوم وأن يتحمل عظم القرآن ويتحمل عظم الوحي فإنه الأمر ليس بالهي أن يتنزل الوحي بكلام الله العظيم الله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا شك أنه نزول الوحي ونزول القرآن على صدر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان له استعدادات حتى كانت قضية شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد وغير ذلك من الأحداث التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت حقيقة تهيئة له صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا القول الثقيل ومع ذلك كما قلنا على ثقل القرآن وعلى عظم القرآن لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر كثير من العلماء أن الأنبياء قد جهزهم الله بقدرات نعم هم بشر جهزهم بقدرات وإمكانات وطاقات يعني يستطيع بها أن يستقبلوا وحيه ويستقبلوا كلامه عز وجل ولذلك يعني ذكر الحليمي في كلامه في المنهاج عن كثير من صفات الأنبياء التي كانت يعني الأنبياء لهم قدرة في التحمل وقدرة في معرفة بعض الأشياء خارجة عن قدرات البشر العاديين وما كان ذاك إلا نعم هو من الله قطعا لا شك ولكن هذا يدل على أنه هذا اصطفاء في الخلق كما قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هناك الاستفاء والاستفاء هو أخذ صفوة الشيء وتخليص الشيء من الشوائب كأن هنا الله سبحانه وتعالى أخذ صفوة الخلق فجعلهم هم الأنبياء لذلك لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الحليمي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت صخرة سقطت في النار منذ سبعين خريفا سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتها ولم يسمع أحد من الصحابة فهذا دليل على سمعه والنبي رأى عقود الجنة ومد يده لأخذه ثم تراجع عنه وهذا يدل على بصره ويعني لا يستغرب البعض فإن قدرات الإنسان أو أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قدرات عظيمة لا شك والآن يعني على الانفتاح العلمي والتواصل التكنولوجي الآن أصبحنا نسمع ونرى بعض الأشخاص بمن لهم إمكانيات ولهم قدرات عجيبة جدا يعني أن تكون للبشر موجودة فيهم وكما تذكر العرب عن زرقاء اليمام أنه كانت تنظر وترى على مسيرة ثلاثة أيام فلا غرابة في ذلك أن يخص الله سبحانه وتعالى يعني بعض أنبيائه بشيء من هذه القدرات العجيبة والنبي كان يوعك ليس كما يوعك الرجل العادي منه وكذلك قوته صلى الله عليه وسلم الجسدية حتى كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وغير ذلك من الصفات التي تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي نستطيع منها أن نشير أيضا أن الأنبياء الآخرين أيضا كانت لهم قدرات مميزة في هذا الأمر قال إن سنلقي عليك قولا تقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة ناشئة الليل هنا الكلام عن الآية العظيمة هذه ربما لا تسع لنا الوقت أن نتكلم عنها إن شاء الله سندخر الكلام عن هذه الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته